أهلاً مساء الخير طارق مساء الخير مشاهدين الجواء باردة إن شاء الله مرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة على المناطق الداخلية وحتى المدن الساحلية للبلاد ستكون درجة الحارة الدنيا بين حوالي ثلاث درجات كأدنى مقياس لأول مرة ستنخفض إلى غير ثلاث درجات خلال فصل الخريف وأعلى مقياس حوالي عشر درجات فقط بالنسبة لفتاة الصباحة حتى الفترة الليلية أما عن درجات الحارة القصوية الأخرى رح تعرف انخفاض جد محسوس ستكون إن شاء الله ما بين حداش درجة خلال الظاهرة ستسجل على المدن الداخلية وأعلى مقياس حوالي عشرين درجة بالسواحل الوطنية بالإضافة إلى كل ذلك مشاهدين الأجواء الغائمة نوعاً من قد نقول لها خريفية تقص غائم صحب صفلة كثيفة احتمال هذه الصحب أنها تمد بعض القطارات من الأمطار على فترات رح تبقى دايماً نتخص أغلب المناطق الشمالية وحتى على شمال الصحراء ونشوف مع بعض فيما يخص خلال توزية تساقط الأمطار نلاحظوا يعني بعض الأمطار المتفرقة نبقى دايماً نسجلها صباحة لغد الأربع على المناطق الشرقية للبلاد مع استمرار تمركز أو سيطرة قوية لسحب صفلة كثيفة ركامية النوع هذا النوع من السحب مشاهدين احتمال أنه يمد بعض القطارات من الأمطار على فترات يعني طيلت بداية من يوم الأربع إلى غاية يوم الجمعة بالنسبة ليوم الخميس نحظوا كذلك مشاهدين أمطار متفرقة نسجلوها بغرب ووسط وحتى شرق البلاد أما عن يوم الجمعة إن شاء الله في حدود ساعة ثانية بعد زوال يوم الجمعة الآن بعض الأمطار ستكون حاضرة على كل من ولاية تشلف كذلك تيبازا البوليدا الجزائر العاصمة بومرداسو وتزيوزو حتى على سواحي الجيجل سكيكتا وعنبا إن شاء الله هذا بعد ظاهرة يوم الجمعة المقبل على الرغم من ذلك أن الأجواء الغائمة مستمرة مشاهدين تبقى دايما تخص كل أغلب المناطق الشمالية للبلاد وحتى على شمال الصحراء بالنسبة للدرجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم غد الأربع إلى غاية يوم الجمعة نلاحظ أن حضور اللون الأزرق والأخضر ويخص أغلب المناطق الشمالية للبلاد وتشير على أن الأجوار ستكون نوعا سقيعية باردة ثلث درجات كأدنى مقياس مرتقبة على سبيل المثال على كل من ولاية سايدة مشرية كذلك على مدينة تيارة حتى على الجلفة عين الدفلة كذلك على قسنطينا سطيف بورج بوريش باتنا ميلة خشرة قلمة سقهرس تبسة أملب واقية حتى على المدية ومدينة الشلف كما نلاحظوا السواحل الوطنية رح تكون إن شاء الله مبين حوالي 7 إلى 10 درجات فقط جنوب البلاد إن شاء الله رح نسجلوا يعني انخفاض جيد محسوس على الخط الرابط بين مدينة بشار بناء عباس كذلك المنيعة تيميمون غردايا رح تكون بحول الله مبين حوالي 10 إلى 11 درجة فقط أما بالنسبة لوسط الصحراء وأقصى الجنوب والجنوب الغربي رح تكون إن شاء الله مبين 15 إلى 20 درجة وهذا بالنسبة لفتاة الصابحة وحتى الفترة الليلية أما عن الظاهرة كذلك هناك استثناء في درجات الحرارة القصوى نوعا ما منخفضة نقدر نقولها بكثير عن معدلها الفصل أدنى مقياس خلال الظاهرة سيصل إلى غاية 11 درجة فقط وأعلى مقياس 20 درجة بالمناطق الشمالية للبلاد بالنسبة للمناطق الجنوبية رح نسجل ببين 18 إلى غاية 30 أو 35 درجة كأعلى مقياس سيسجل على مدينة إنصالح وكذلك برج باجي مختار أما عن حالة البحر مشاهدين بالنسبة ليوم الأربيع على غاية يوم الجمعة إن شاء الله سيكون بحر هادي إلى قليل اضطراب وهذا على طول الشريط الساحلي فيما يخص سرعة الرياح تكون بين 10 إلى غاية 30 كم في الساعة رؤية متوسطة اتجاه الموجة شمالية غربية وهذا على طول الشريط الساحلي مشاهدين كتلة هواية جد باردة ستشتاح المناطق الشمالية خلال الساعات القليلة المقبلة يعني بداية من مساء اليوم أجوار ستكون نوعا مأساقعية باردة عبر مختلف المناطق الشمالية لتستمر الأجواء الباردة كما لاحظنا مع بعض إلى غاية يوم الجمعة على أقل تقدير وهذا بسبب تسرب كتلة هواية قطبية باردة إلى شمال البلاد في انتظار الأمطار ما علينا سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا نافعا من مشاهدين إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة بهذا مشاهدين أصلي طي ورقة تحوال التقس نعود الآن إلى طارق لاستكمال بقية الأخبار شكرا للمشاهدة